كيف رأيت مباراة تونس ومصر في الدقيقة الأخيرة بنيران صديقة أنهى المباراة المنتخب التونسي هو طبعاً يشوف بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء تونس كانوا الأفضل خاصة في الشوت الأول يعني مع الاستحواذ وعلى كل الأمور هذه كانوا الأفضل لكن أنا أعتقد الفريق المصري يعني يمكن ما بدأ أنا أعتقد يمكن يأخذ على كيروش إنه ما بدأ ببعض اللاعبين الأسائل المفروض يبتدي فيهم طبعاً هو عنده لاعبين بره محترفين وهذا مثل محمد صلاح وغيره لكن هو مدامي البطولة يشارك الفوز بالبطولة فأعتقد أنه كاستحواذ وكل عبو هذا كان الفريق التونسي أفضل على مدار التسعين ديئة ذا بنحسب وهم الأفضل يعني يمكن فيه فرصة خضرة ويحول فريق المصري الانفراد هذا اللي ضاعت هذا يمكن كانتين المباراة اللي شاته فوق العارضة لكن الفريق التونسي كان هو الأفضل طبعاً الفريق التونسي الزين فيه أنه كان يتميز بالكرات الثابتة يعني حتى لو بتطالع لنا الكرات الثابتة أغلب وكرات الثابتة الكورمان كورمان كلها كانت الفريق الأغلبية كانت الفريق التونسي فكان هو الأفضل بالملعب فريق التونسي يستحق الفوز نعم يعني فأنا أعتقد أن هذا اللي صار بالموارة لكن فريق المصري يعني حتى كيروش غير التبديلات أنا أعتقد أن يبيه لوقت على ما يعرف الفريق المصري نعم بس كيروش اللي قاعد يقوله يقول أنا قاعد أنا ما أخذيت فرصتي في مبارات ودية وأنا يعني الكلام أن في هذه البطولة أحاول أجرب اللاعبين هذا المغربين من كيروش يقولون هذا تفكير كيروش في المونديال أنه قاعد يجرب اللاعبين في مواقع معينة في غيره فقاعد يستفيد من هذه البطولة هل هذا تفكير صحيح لا هو متقرع يعني يلافس على البطولة يعني لما يوصل دول الأربعة والحي لعب على المركز الثالث يفكر بطولة لكن أنا أعتقد أن كيروش كتفكير الأكبر في تصفيات كاس العالم من كاس العالم تدري فرق قوية بطولة فريق البطولة الفرقية فأعتقد وصوله لكاس العالم عنده يمكن هذا التفكير مع اللاعبين المحترفين والأمور هذه نعم أبو صيقر تونس ومصر أفريقيا قارة أفريقيا كلهم يعرفون حق بعض ونعرف ما بين مصر وتونس من إثارة في كرة الغدم فريق التونسي فريق أكثر تنظيم وأنا طبعا أعتمد على التنظيم داخل الملعب لما أقول أن فريق تونس رح يفوز أدري أن تنظيمهم داخل الملعب يا جماعة تنظيم قضية جدا مهمة فتنظيم قطر تنظيم تونس كان أفضل بكثير يعني حتى لو تشوف الإحصائية تكررة والكرة السريعة والعرضية وهي إلى آخر وكرة الهيد أكثر شيء يمكن أن يأتي الفرصة التي قال فيها محمد حق فريق المصري لكن فريق كان مشتت فريق غير منظم والقضية أيضا بين قوسين التنظيم هو أساس اللعب السليم داخل الملعب ففقد الفريق المصري التنظيم واستفاد الفريق التونسي من عدم تنظيم الفريق المصري والفرص المواتي له وإن كان الهدف لكن الهدف أيضا كان أداة ضغط أيضا على الفريق المصري يعني أنا يعني حسن بصقر أنا قاعد أقول له أنا أن أفشة كان مع الفريق المصري في الشوط الأول كان غير موفق لو كان مصطفى فتحي في بداية المبارات ومن ثم أجر التأبديل لأحمد رفعت أعتقد كان يخلق يعني فارق في المبارات يعني يمكن لو نشوف مصطفى فتحي بعد ما نزل الشوط الثاني يمكن ضيع كرة كانت مشتركة ما بينه وبين مروان من شاتها فوق العارضة إلا أن مصطفى فتحي خلق فارق أيضا لو وجود أحمد رفعت مهم في المبارات ما ندري كيرش لش ما غير يعني هالتغييرات